أذكر بعض سنن الصيام يسن للصائم أن يتسحر لحديث البخاري تسحروا فإن في السحور بركة والسحور ما يؤكل في السحر ويسن للصائم أن يؤخر السحور ويعجل الفطر لحديث البخاري ومسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ويسن للصائم أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء لحديث الترمذي إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ويسن للصائم أن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الضمأ وبتلة العروق وثبت الأجر إن شاء الله وليعلم يا أحبابنا أن للصائم دعوة إذا أفطر فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم وروا ابن ماجه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد قال عبد الله بن عمر يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ويسن لمن أفطر عند شخص أن يقول له أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر